السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام سعداء بلقياكم مرة أخرى في فيديو جديد أو في عرض جديد متابعينا الكرام قناتكم قناة فونت أوتو كترحبكم وكتمنى باش الفيديو دي اليوم يلقاكم كتمنعوا بصحة جيدة وكتمنى بأحسن الأحوال اللي أول مرة يشوف القناة ما فيها باسدر أبوني يفعل زر الجرس باش دائما يتوصل بالجديد يوميا عندنا عروض ويوميا عندنا فيديوهات جديد متابعينا الكرام اللي عنده سيارة وبغي عرضها البيع في القناة دينا مرحبا به معليه اللي سيفت لنا الصور الخاصة بالسيارة دياله هي والمعلومات ديالها على واتساب القناة اللي غيبا في آخر الفيديو ونحن نعرض السيارة في القناة والتي عجباته يتواصل معمولها على الرقم ديال الهاتف دياله بالنسبة للسيارة اللي عندنا في العرض ديال اليوم كما كتلاحظو في الصورة عندنا سيارة من نوع سيتروين C5 هذي السيارة هذي الموديل ديالها سنة 2016 عندها تمنيا ديال الخيل وبالتالي الدريبة السنوية اللي غتتخلص او للفينيات ايه 1500 درهم بالنسبة لهات السيارة هذي موتور ديالها را ديازيل دو لتر من فئات HDI بالنسبة للمسافة والعدد ديال كيلومترات لقطعها هات السيارة هذي را هي قطعة مئة الف كيلومتر هات السيارة البواتة فيتس ديالها را هي اوتوماتيك كما كتلاحظو الكاروسري ديال السيارة واقفة مزيان السبغة ديالها دوريجين هنا كنشوفو الحالة الداخلية ديال السيارة كما كتشوفو البواتة فيتس اوتوماتيك El volum multi fonctions هنا كنشوفو المقاعد الامامية ولمقاعد الخلفية و الجارنتور ديال البيبان ديال الطنوبيل السيارة انقية من الداخل مزيان وكذلك من على برحة الكاروسري ديالها انقية بزاف كما كتلاحظو هنا الطابلة بور و الجارنتور ديال باب هنا كنشوفو الكسنات اللورانيين منقية بزاف هنا aqui نشوفو الطابلة لدبور مش الحالة المقاعد الامامية السيارة نقيم الداخل مزيان مولاها مهل فيها بزاف هنا كذلك كنشوفو القرنتير دي الباب الخلفية وكما قولنا السيارة واقفة مزيان أنتوما كتشوفو لجنت الالومنيوم وكين كذلك حتى لفو دسوكور بالنسبة لهذه السيارة هادي رعندها كليماتيزور أوتوماتيك بيزون عندها كما شفنا عندها لفولن ملتفنكشن assistي رغلابل عندها الرغلاتور دويتس وعندها كذلك للميتر دويتس لفولن ديالها راكوير عندها لغتروفيزور إلكتريك رغلابل عندها الرادار دو ركول ديال المرش عرير وعندها كذلك حتى الرادار ديال لستسيونمو بالنسبة للجهيزات التقنية اللي فيها رعندها لغدينتور دوبوغ اللي تيمكننا أنتبعو الأمور تقنية ديال السيارة وبالنسبة للبوست راديو ديالها رعى MP3 وفيه CD السيارة فيها الخاصية ديال البلوتوت عندها الخاصية ديال لباس عندها سنتراليزة الدستانس بالتليكوموند كما لاحظنا عندها كذلك لجونة ألومنيوم عندها الفرنة مان أوتوماتيك وعندها كذلك الزاج إلكتريك وعندها كما قلنا لفو ديال سكور الصبغة ديالها نقية الكاروسري ديالها وقفة مزيانة الحالة الداخلية الصالون والقرنيتور كما شفنا في الصوار وصاحب السيارة تأكد على أنه منقين مزيانين كذلك بالنسبة لله ميكانيك تيقول رأيها في حالة مزيانة والموتور ديالها حتى هو رأي مزيانة بصفة عامة السيارة رأيها في حالة جيدة بالنسبة للسيارة هذه اللي بغينا نخلصه التأمين العام غادي تقام علينا بـ 4200 درام 6 شهور غادي تقام علينا بـ 1520 درام و 3 شهور غادي تقام علينا بـ 1160 درام متابعينا الكرام بالنسبة للسيارة اللي عندنا اليوم رأيك التواجد في مدينة القنيطيرة تمان اللي كيطلب ملاها تيطلب 125 ألف درام أي 12 ديال المليون سنتيم ونص اللي عجبته السيارة وكان مهتم بالشراء ديالها ما عليه إلا يتواصل على الرقم ديال الهاتف ديال صاحب السيارة اللي تيبان في الشاشة والله يصير الأمور للجميع ما تنسوش تديرو جامل الفيديو وبرتاج باش يوصل للناس اللي تيقلبوا على دنوع ديال السيارات و تيقلبوا كذلك على دنوع ديال القنوات متابعينا الكرام اللي تيشوف القناة أول مرة ما فيها باس يدر أبوني ويفعل زر الجرس باش دائما يتوصل بالجديد بالنسبة للسيارة الثانية اللي عندنا في العرض اليوم كما كتلاحظو في الصورة عندنا سيارة من نوع Peugeot 206 هاد السيارة هادي الموتور ديالها إسانس الموديل ديالها سنة الفين وجوج عندها سبعة ديال الخيل وبالتالي الضريبة السنوية اللي اللي هتخلص هي 350 درهم بالنسبة للحالة ديال السيارة انتو ما كتشوفو الحالة الخارجية الكاروسري ديال السيارة وقفة مزيان السبعة ديالها انقية مول السيارة تيقول رأى محافظ عليها مزيان هنا كنشوفو الحالة الداخلية تبلو دبور ديال السيارة كما كتشوفو كدالي كين ايقران تاكتيل هنا كنشوفو احتى الكوسانات ديال السيارة من الخلف القرنيتور ديال بيبان تاو ما تيبانو مزيانين عندها سنتراليزي عندها الخاصية ديال بيس وكماشتو السيارة رأيها نقية بزاف بالنسبة للتأمين إلا بغينا نخلصه العام 2720 درهم بغينا نخلصه ستشهور 1420 درهم ويبغينا نخلصه بثلتشهور 790 درهم بالنسبة لهذه السيارة هذه رأيك التواجد في مدينة سلا تمان اللي كيطلب مولاها تيطلب 43.000 درهم اي 4.060.000 ريال واللي عجباته هذه السيارة هذي ومهتم بها معله اللي يتواصل مع مولاها على الرقم دي الهاتف اللي تيبن في الشاشة والله يستر الأمور للجميع متابعين الكرام شكرا على المتابعة ديلكم القناة شكرا على التشجيعات ديلكم اللي كتصفتوا لنا شكرا كذلك للناس اللي عادة تصلوا بالقناة ودروا أبوني ولاوا متبعينها شكرا لجميع المتابعات والمتابعين على طيب المشاهدة وإلى اللقاء